في الفيديو ده هنعرف ازاي نرسم اشكال زي اللي شايفينها قدامنا دي. هعمل اي من هنا اهو. تمام اي حاجة اوكي. الاشكال عندنا من المكان ده. بضغط كليك شمال دوسة طويلة. فبلاقي تلات اشكال دول. اما الشكل البيضاوي الاليبس او الريكتانجل المستطيل او البنتول. نختار الشكل الاليبس. تمام? وبطلع بفوق كده عندي. وباجي هنا هو واضغط كريك واتحرك كده. وبضغط على شفت لو عايز الشكل يترسم لي دايرة بالشكل ده. مجرد ما رسمت بختار اداة السهم وحركها بالشكل ده. تمام كده. تمام كده. مجرد ما بختار الدايرة بالشكل ده بيزهر لي هنا الافيكت كنترول. لو مش ظاهر عندك بتزهره من قائمة ويندو وادي افكت كنترولز. باجي هنا بلاقي عندي الشيب. بلاقي عندي هنا الشيب. تمام? بادخل جوا كده. وبابدأ اختار الالوان. انا عايز الفل بتاعي بقى ايه? الامتلاء بتاعي. بضغط كريكين هنا. وبختار مسلا لون احمر. طب عايز الستروك. ده الستروك. بفعله. تمام? واختار برضو اللون اللي انا عايزه. وبزود قيمة الستروك من هنا. اللي هي الحدود بالشكل ده. وبعدين في عندي هنا شادو زل. بضغط عليه برضو. تمام? الزل دائما بيكون اسويت. فانا عندي الخلفية سودة. تعال انضيف اي صورة. بيضة بالشكل ده. ادي الزل لو لغيته. وادي لو عملته. بالشكل ده. الزل ممكن ادي له درجة لون. يعني ممكن اضغط هنا كده. بخلي الزل. تمام? ممكن ادي له اي درجة لون من هنا اهو. بالشكل ده. واضغط اوكي. فلاقي الزل اخد اللون. وهنا درجة الزل. ممكن ازود فيها كده. فادين ايه? درجة الزل اللي انا عايزة. تمام? وبعدين هنا الزاوية. بحركها كده. بلاقي ايه? الزل بيتغير مكانه. يعني بيبقى فوق او تحت او يمين او الشمال بالشكل ده اهو. تمام? وفي عندي بعدين المسافة بتاعت الزل من هنا. لو ضغط عليها كده. بزودتها بلاقي الزل بيبعد. شايفين كده? بيبعد ازاي? اهو. في عندي هنا بيبدأ ايه? يكبر الزل. اهو. بيكبر الزل. كم في الشفافية بتاعت الزل. او او النعومة بتاعته يعني بالشكل ده. تاني حاجة شكل مستطيل زيه بالظبط. لو رسمت كده برضو. وضغط على shift بيرسم لي مربع. تمام? ولاقي نفس الاعدادات برضو هي. هي. نجي بعدين للبينتول. بستخدم البينتول ازاي? البينتول اما ان انا برسم بها خطوط مستقيمة او منحنايات. تعالوا نشوف ازاي نرسم خطوط مستقيمة الاول. كلك كده كلك كده كلك كده كلك كده كلك كده. كده انا برسم خطوط مستقيمة. نحزف الشكل من delete. ونرسم من جديد تاني. تعالوا نرسم منحنايات. تمام? حضغط كلك كده. وهنا كلك مع حركة كده. هنا مع حركة كده كلك مع حركة كدهculo. كلك مع حركة كده. كلك مع حركة كدة كلك مع حركة كليك مع حركة كلك مع حركة. طب وبعد ذلك درجة الانحناء بغير فيها بالشكل تمام ممكن اضيف بوينت في مكاني يعني انا عايز اضيف بوينت في المكان ده هنا فبورق المكان اللي انا عايز واضغط كليك فيه يضيف لي بوينت وابدأ احركها بالشكل ده تمام كده موسيقى